أهلا بكم لقاء السفراء الخماسية في قصر الصنوبر خرقت ضجيج الميداني العابر لحدود الجنوب كما خرق الاسترخاء الرسمي مع عطلة نهاية الأسبوع وعيد المولد النبوي الشريف مصادر معنية تحدثت عن أجواء إيجابية في اللقاء لدى السفير الفرنسي لكن التمهيد لأرضية تشاورية وتفهمية بين الأفريقاء ليس مضمونا في ظل تمترس المعنيين خلف شروطهم المتبادلة تعطيل المسار الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية أما التصعيد العسكري عبر الجنوب فينذر بالأسوأ مع توسيع رقعة المواجهات لتطاول صواريخ حزب الله مدينتي صفض وعكة ذلك على بعد أقل من يومين من زيارة المفد الأمريكي آموس هوكستين تل أبيب أما تربويا فظهر تعميم تميزي لا تربوي من وزير التربية عباس الحلبي يعمق الفرقات بين التلامذ السوريين والتلامذ اللبنانيين إذ يسمح للنازحين غير القانونيين بتشجيل أبنائهم للسنة الدراسية الجديدة بتمويل ورعاية أممية فيما لا رعاية ولا تمويل للتلامذ اللبنانيين ولا تبدو في الردود آذان حكومية سامعة لما اعتبرته القوات اللبنانية تهديدا للسلم الأهلي وتوطينا مبطنا للسوريين في لبنان مطالبة رئيس الحكومة نجيب نقاطي والوزير الحلبي بالرجوع عن التعميم كذلك هاجم النائب جبران باسيل التعميم متحدثا عن خطايا ترتكب بحق اللبنانيين في غياب رئيس الجمهورية والمكونات المسيحية